نصايح بقى أخيرة كدهات وإحنا منتكلم عن تنظيف الكبد من السموم اتكلمنا عن تغذية كتيرة جداً اتكلمنا عن شرب ألمياء اتكلمنا عن شرب القدروات وكذلك العصائر الحاجات الطبيعية اللي بتنظف الكبد من السموم هل في نصايح أخرى يا دكتور؟ هل النوم الرياضة السمنة؟ هل الحاجات دي ليها علاقة بمشاكل الكبد بردون؟ ماليه؟ ماليه؟ كل اتراب النوم بيصب على الكبد يعني اتراب النوم يعمل مشاكل على الكبد والكبد لما يتعب يعمل اترابة نوم يعني هو رايح جاي نفس الكلام السمنة وزيادة الوزن تعمل دهون على الكبد الكبد تخنق عشان كده حيث تبقى أن احنا لازم نتنفس كويس شفت إيتي عملت حركة صح؟ عملت كده لازم نتنفس كويس من حين لآخر احنا ما بنتنفس كويس احنا ليه بنتنفس احي يا دوبك؟ كده ليه؟ ده شالو بريزنج ده بنتنفس من هنا احنا لازم نتنفس من هنا عشان ناخد اكسوجين كفاية بس هلأ الانسان يقدر طول الوقت يتنفس من هنا وده الصح؟ تمرين تمرين ولو كل ساعة تعمليه انا بحس ان واحد بيملى جسمه باكسوجين كده بحس ويتكوني في او الدور وصبح بدري او عندي مغربية وفي هوا نضيف ما نوقفش في وسط الحر بقى كده ونشم هوا مليان عادي مع عربيان الاكسوجينيشن او الاكسوجين الكويس مفيد جدا للكبت عشان كده كلنا بنروح المصايف بنوقف عند البحر بنشم هوا نضيف يرجع يقولك الله ده وشه منور هو وشه منور لانه خد اكسوجين كفاية ويود له علاقة يا دكتور مع يود كويس نظف كبده اليود بينظف برضه بينظف الكبد طبعا باستنشاقه بالاستنشاق فالاستنشاق الجيد منظف جيد للكبد نعم في بقى مجموعة من البذور احب اقولها عشان الناس تاخد بالها منها عايز تركيبة اوميجا حلوة يعني عندك بزور السمسم مفيدة الناي عندك بزور القرع اللب يعني اللب عندك بزور دوار الشمس وكلهم لازم يبقوا نايين كلهم نايين دم ده دا دا ليه؟ ما احنا هنتحنهم هنحمصوا بقى وناكلوا كده لب ونقزقوا تحميص خفيف تحميص خفيف خلاص مع شوية بقى ايه؟ هنقشروا ونحص ونطحنوا تمام؟ بس هنتحنهم بنسب معين يعني احنا لو حطينا الملح خلط يا دكتور طبعا هنحط ملح ليه؟ عشان يبقى لب بقى الملح والدقيق والدهون الحيوانية سكر والالبان الدسمة سكر العلقة؟ واللحوم الحيوانية والسكر كل دي سموم بيضاء تصب غضبها عليك كده او سموم حمراء اللي هي اللي في اللحم او اللي في اللحم طيب دكتور عندنا سؤال في كنترول روم طلب جماعي كده الميا عريق الصبحة اللي هي بتنظف الكبد وانا ملحاش علاقة جدا جدا الميا بس نرشف دايما هارتك بتقول لنا المعلومات الميا ميا حلوة لكن نرشفها حكاية اشرب ميا سخنة عريق دي كلام فاضي مش حاسمة كده لا 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 باشرب ميا عادية بس ارشفها امصها مص كده حيث انها تنزل ترويك لان مجرد ما انت مصتها من هنا البنكرياس اللي هنا افرز حاجات تهدم كويسة والكبد اللي هنا بدأ يشتغل كويسة عايز تخلي الميا مفيدة اكتر خليها قلوية حط عليها نقطتين عصير لمون او لايم نعم في ناس بتسأل ازاي الليمون يخليها قلوية اذا كان الليمون حمدي الليمون حمدي المفعول تأثيره في جسم الانسان قلوية